أكو حكومة لو ماكو حكومة طيب إذا أكو حكومة ما شكلها ما لونها من يرأسها من توافق عليها ومن اختلف بها وهل هذه الحكومة القادمة قادرة على استيعاب ولملمة هذا الشتاث المتناثر والخطاب الحاد والتقاطع والتناكف السياسي وخلق بيئة قادرة على أن تعيش بها وإذا ماكو حكومة كيف ستدار مصالح الناس الوقت طول والحلول ضعيفة آخر ما تبقى هو أن هناك وفدا ثلاثي والعلم عند الله أنه سيذهب إلى الحنانة عن الإطار هاد العامري عن السيادة محمد الحلبوسي عن الديمقراطة الكردستاني نجيرفان برزاني حتى هذه اللحظة لا ندري ماذا يحمل هذا الوفد من مقترحات جديدة للسيد الصدر والقصة الأبرز هل أنه السيد العامري سيكون مفاوضا بكامل الصلاحيات عن الإطار التنسيقي في تفاوضاته مع الصدر لأنه في مرحلة من المراحل السيد هاد العامري كان قد طلب تخويلا مكتوبا من الإطار أنه يمثلهم شيء آخر ماذا لو رفض الصدر ما هي الصفحة الأخرى هذه الأسئلة منذ فترة طويلة نطرحها وعندما نتناقش ونتحاور من أصحاب القرار أو المقربين منهم نحصل على إجابات لا تشفي الغليل أو في بعض الأحيان إجابات عائمة ويفترض أن هذه القوى السياسية تضع كل الاحتمالات ولديها كل البدائل ولديها إجابات عن كل متغير يحصل أو قد يحصل هكذا تعلمنا وتعودنا وفهمنا وسمعنا من الذين يشتغلون بالسياسة